افتتح الأب الدكتور يعقوب رفيدي رئيس المعهد الإكليركي في بيت جالة السنة الأكاديمية الجديدة لكلية الفلسفة واللهود في الإكليركية الكبرى بحضور المطران بولوس ماركوتسو النائب البطرياركي للاتين في القدس وعدد من كهنة المعهد والمنطقة وطلاب المعهد الإكليركي وخلال الافتتاح الذي حضره مدرس المعهد والأخوات الراهبات ورؤساء المؤسسات الكنسية في منطقة بيت لحم قدم كل من الأبوين برنارد بوجي وديفيد ميلي عرضا موجزا لرسالتهما في درجة الماجستير بعنوان أهمية الحرية والإنسانية للأب بوجي والبطرياركية اللاتينية الأوروشالمية في تقارير الأعتاب الرسولية للأب ديفيد ميلي كما تم خلال الحفل عرض النشاطات الأكاديمية في العام المنصرم وتكريم الطالب المتفوق بدرع التمييز اشتركوا في القناة